ما بعرف قديش فيه حقائق قاسية بهالأيام يجب أن تقال أو يجب أن تعلن هل بتلاقي أنه فيه الكثير من الحقائق القاسية اللي يجب أن تقال للناس قلناها في الماضي ويعني لم يكن كمان طريقة خطابتي كمان كانت قاسية يعني بس بيناك بزروف مختلفة قلناها في الماضي لكن لست قدري اليوم يعني المشكلة اليوم الحقيقة الحقيقة المعيشية أقصى من الحقيقة الكلامية يعني الحقيقة المعيشية لم يصل للمبنان إلى هذا الدرجة من التراجع لذلك اليوم ربما الناس هم في غير مجال في غير مجال والسجال السياسي الذي لا يفهمه لا يفهم بعض من الرفاق في الحزب لماذا أبتعد أحاول أن أبتعد أحاول أحيانا فيها فوات فيها فوات بيغلط مين من بيغلط بس دائما بقول السياسي فن الممكن مش فن المستحيل شوفنا صورة كمال جملات هلأ كان مع سليمان فراجية مع بيار جميل مع المير مجيد لوزارات معهم كان لوزارات أو بلقاءات كان يعرف في لقاءة اللحظة التاريخية للتسوي ما كان عنده فن فن شو بيقول لك الانتحاق مش الانتحاق فن الذهاب إلى الآخر وكان يعرف الحقائق اللبنانية الداخلية ما بفيك تصلح النظام إلا من الداخل إلا من الداخل بس هلأ مين بديك رفقة أنا ذلك كان في رفاق كان في مثقفين كبار كانوا يختلفوا يمكن أن يقول كالكلمة جوهرية عزة صافي بأن يعني فؤاد رزق كبير الرفاق والمحامين نصحوا بعدم استخدام الغاءة الطيفية الغاءة الطيفية كانت ثورة كان فؤاد رزق بيعرف التوازنات الداخلية وكما الجمهورات أيضا كما الجمهورات أيضا بس بس بالآخر كان طموحه أن يخرج من هالشرنقة أن يخرج من هالشرنقة الطائفية ويخرج لبنان لو أخرج لبنان أنا ذلك لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه هذا حلم لم يتحقق لا ويبدو أنه مازال بعيد المنال بس لما بتحكي حضرتك استاذ وليد عن موضوع أنه من قبل كان في شركاء اليوم ما في شريك لا هل بالنسبة لألك لا يوجد شريك آخر تقدر أنك انت وياه تلتقه على مرحلة أو على هدف أو على تسوية خلينا نبتفي على الشغلة أقوم اليوم بالمراحل الأخيرة من دوري كرئيس حزب هلأ قلتها سنقبل سنقوم بخطوات سأنادي بخطوات تغيير في الحزب مجلس كياري جديد غير التوازنات السابقة وبعتقد فيه وعي كافي عن جميع الرفاق في أن ينتخبوا مجلس كياري جديد بدون العودة إلى تعيين أنا ذاك عيننا نتيجة التوازنات المناطقية وأعتقد فيه وعي كافي عند الرفاق وأنا متأكد من هذا الشيء وأفتخر وأفتخر برفاقي وأفتخر بصلاة بطن بأوزى الامتحان شو الامتحان كان امتحان أن نذهب إلى الفوضى بمرحلة كانت تتطلب فيها حفظنا على رباطة الجائش والأعصاب ثم القدر يختار والظروف تختار القيادة الجديدة للمختارة والحزب هذا مشانا بس يعني حضرتك حضرتك اخترت يعني اخترت وورفت لا القدر والرفاق والرفاق والجيل الجديد فيه جيل جديد في حزب نعم فيه جديد ما بوقع تحت الخوف الحسابات الانتخابية البعض المسؤولين بالحزب أو غير الحزب أنه طيب أنه ما فيعنا فيعنا جيل جديد وفيه منتقدين ينتقدوا هل دائما يجب أن نكون يعني عندنا حصرية التمثيل 60% أو 50% مش الحال نعود إلى النخبة نعود إلى مبدأ النخبة إلى الأقلية بالعكس عندما كان فيه جبة النبال الوطني كان فيها مهروف سعد كمال جملات محمد عباسيغي فريد جبران عزيز عون أنوال الخطيب كان أقوى كان أقوى الكلمة من اليوم من العدد أو من الحال الحالية كنا أقوى كنا نتحدى كان كمال جملات يتحدى بهذا التنوع بهذا التنوع الذي حرمنا منه بهذا القانون الانتخاب اللعين الجديد قبل أن نسمع سيد توفيق سلطان يتحدث عن رؤية كمال جملات تجاه لبنان وعن معرفته بالشهيد كمال جملات بدأت أرجع أسألك هل تفتقد هل تشعر بأنه ما في شركاء قادر أنت وياهم تكونوا على نفس التوجه أو على نفس الهدف في هذه المرحلة من تاريخ لبنان لا ما في شركاء في بعض في بعض آخر شريك نعم آخر شريك هو الرئيس بري لأنه معه مع رئيس بري طبعا رئيس بري مش من نعم بيعي التعرف على كمال جملات بس أنه مرحلة تانية لكن آخر الشريك بالنضال الوطني والعربي هو الرئيس بري هلأ في يطرح هو في يطرح نحنا فينا نطرح بديل علماني لطائف للبنان ما يستطيع هو جزء من ثناء الشيعة يعني الظروف الظروف حكمت عليه لكن ما تنسى كمان هو ابن ثورة معينة ابن ثورة ثورة مستصدر ما تنسى طيب بس هل ما تنسى لا ما تنسى أوكي اليوم ما نظلم مش ما نظلم ما نحشره به بهالدائرة أنه يعني دائرة ثنائية هو ابن ثورة طويلة عريضة أنا ذاك ثورة الحرمان بس ماذا بقي اليوم من مبادئ هذه الثورة أستاذ يوليد هنا شبه وآخر بس أنا ذاك هو ابن ثورة وكان وكان معنا مع الحركة مع التضامن مع الحركة الفلسطينية كان معنا كان عربي أسقطنا سوا سبطع شيار شكرا للمشاهدة من مبادئة تقصدع